هل التشكيلة التي بدأ بها المدير الفني للفرعنة كانت الأفضل المثلة؟ في زل القايمة الموجودة هي أكيد أفضل تشكيلة عندنا كسور في بعض المراكز في الملعب دي أكيد مطلوبة كان مفارقة بس ما بين ماروان وأحمد حسن كوكا أحمد حسن يمتلك خبرات كبيرة احترافية تأهيله اللي يكون مهاجم متخب مصر بشكل متميز جدا ماروان ظهر في المشاط الودية بشكل متميز جدا كان مهم جدا حتى أسلوب لعبة منتخب مصر تغير بشكل كبير جدا في وجود ماروان محسن في حالة خروجه لا تكن دبلوماسي في الردود أبحث عن ما بين السطور أقرأ معك التشكيل سنجد أمامنا الآن التشكيل رباعي خط الظهر عجازي ورفاقي إلى أي درجة استطاع هذا الرباعي خط الظهر للمنتخب المصري أن يحافظ على الشباك نظيفة خالية من الأهداف أكيد المستوى اللي بدأنا بي البطولة مع مزمبيك ليس كياس قوي نقدر نيئز به زنبابو نقدر نيئز به المستوى الكبير اللي هو بتاع المنتخب لأنه عندك بطولة كبيرة جدا فيها منتخبات قوية جدا هتلعب بقصاد أفضل المهاجمين واللعابة في الفريقيا وبلغ على مستوى العالم فدي أكيد بشكل كبير جدا هتديك ضغوط كبيرة جدا لفترة جاية مستوى الدفاع يعني متحجازي عندك متميز جدا في الدور الإنجليزي ودي دور مهم وفعل مع فريقه أحمد عندك أحمد محمدي لسه صاعد مع أستون فيلا وعمر دور مهم جدا وإجابي في خط الضغر أيمن أشرف ماشي بمتميز جدا مع الأهلي هي كل الفكرة أن أنت إزاي تقدر تعمل طريقة تتناسى مع مستوى اللعب المصري بخطورة الأجناب يعني أيمن أشرف إلى اليسار والمحمدي إلى اليمين هل شعرت بخطورة هؤلاء في الملعب؟ بشكل كبير جدا أكيد لم يجد كل منهما حلول كثيرة جدا لا يوجد دعم من منتصف الملعب سواء من عبدالله السعيد أو من طارق حامد أو من محمد النني بتقابلنا مشكلة كبيرة جدا أننا نحن نحاول نلعب اللعب روتيني يعني طارق حامد محمد النني مستوىهم قد يكون متقارب جدا مستوى اللعب نفسه مستوى إمكانيات اللعبة يعني نفس المستوى لعمل البدن القوي قوة لا يوجد مهارة عبدالله السعيد يمتلك المهارة ولا يمتلك المجهود البدن الكبيرة الذي يهله لا يكون بشكل أساسي في المنتخب على مدارة التسعين دي